مساء النور عليكم متحية طيبة وتبارك الله عليكم كنحييكم بقناة الاعلامي طريق الرات وطبيعة الحال اذا الصور الماثلة امامكم كما كتشوفو معنا الرئيس الفيفا لابس القميص ديال المنتخب الوطني القميص الرسمي ديال الوسود الاطلس هذا اماماتش ديال المينيفوت دار في احد القاعات او في طبيعة الحال في مركب مولاي عبدالله قاع الموطات دياله مركز ديال الاكاديمية محمد السيد في طبيعة الحال واللي كانوا فيهم جموع ديال ديال الفيفا بطبيعة الحال ومنهم رئيس الفيفا وكما كتشاهدوا معي فات الصورة هذي تسي القجاة تهو يعني خدام خدمته بهذا المعنى هذا ونعبوه ماتش هذي رسالة واضحة بطبيعة الحال لأعداء المملكة المغربية خصوصا الجارة الشرقية رسالة واضحة على انه يعني باش انك تجي وتلبس تريكو ديال المنتخب الوطني وطبيعة الحال وتلعب ماتش ومع رئيس الجامعة السيفوزية القجاع بجموعة تعالى امور إلا وهذا كبير الارتياحية ديالك والريضة ديالك على هذا البلد هذا اللي يقدر يدير بزاف في الرياضة خصوصا في كرة القدام لأنه واحد البلد اللي محترم واحد البلد ينده بنية حتية وواحد البلد ينده شخصية واحد البلد ينده وقيمة واحدة القيمة واحد المعلم Canvas طبيعة الحال طبيعة الحال هذه الصورة اللي شفناها دي الرئيس الفيفا غادي تكون ضربة القاضية بالنسبة للجنرالات العسكر لأن هذا شيء ما شفناهش في لالجيريا ما شفناهش في جزائر ما شفناهش رئيس الفيفا لا شفناهش لبس اللاتوني ديال ديالجازائر طبيعة الحال ولكنت شيء شفناه في المغرب يعني إنما هذا يعني كيدل أنه رئيس الفيفا يعطي الطومبو أول حاجة لأنه المغرب يستحق ينضم كأس إفريقيا 2025 طبيعة الحال ولأن المغرب استهلته ينضم كأس العالم طبيعة الحال من شاء الله نتمنى الخير بطبيعة الحال هذا الوطن ونتمنى أنه تبارتاجي وما تنساوش تديرو أبوني القناتكم إعلامي بطريق الرعد ونتساوش تخليو كومنتر ووجيم وتحياتي وشكرا لجميع موسيقى موسيقى موسيقى